موسيقى نحن رجعنا معكم بفقرة مميزة بفقرة فيها بصمة رجاء فيها بصمة صليب مش حيالة صليب صليب قيامة في أبونا كان دايما يقلي بعد كل صليب في قيامة بعد كل طريق جلجلة في إله بدنا نتأمل فيه بدنا نوقف عند أقدام صليبه بهذه الفقرة رح استقبل بيار بوتروس بيار البسمة بيار مرحبا أول شي قبل ما هيك شوي أحكي عنك بعد ما بتحب الناس تحكي عنك ولكن حضورك وبصمتك بيفرضوا حالهم بكتير مطارح مرحبا بونجور سلام المسيح بقلبك جنقيف مرسي كتير أنك دايتنا أول مرة بطلع معك وفرحان كتير أنه أول مرة بطلع معك بحي المشاهدين بحي المخرجة اللي عم تهتم فينا وإن شاء الله بنعمة الروح للأدس نوصل صوتنا وغيرتنا وشاهدتنا الصادقة لحب الصليب بيار صعب اليوم الشهادة الصادقة بعالم التكنولوجيا بعالم الفيسبوك بعالم العالم الإلكتروني اللي عم يزيف الشهادات اليوم وفيه ناس عم تدعي شهادات معينة جيت أنت اليوم عم تحكي عن شهادة الصليب الحقيقية يعني شهادة الصليب اللي ما بتشبه الشهادات الأخرى هي المشكلة بالإنسان التكنولوجيا ما بتفكر التكنولوجيا ما عندها حرية المشكلة باللي عم بيشغلها هو الإنسان من أول التاريخ في مشكلة الأنا في مشكلة الشو أوف بحب الظهور أنت بتعرف فقط الواحد بكون عنده فيروس حب الظهور والسيطرة على الآخر هادي نوع من الوسانية فإزا التكنولوجيا بالعكس في سهولة أنت قلت في صعوبة أنا بقول نعمة كبيرة أنه نحن هلأ بعصر في تكنولوجيا أنا بكون قاعد بالبيت بحط بوست بيوصل على أمريكا وعاستراليا وعاكندا شو هالنعمة يا حرام مربولوس كان يعد له إجراء ويعلق بالحر ويغرق بالبحر ويأكل خبيط وتعص ومدرشو الحي ونحن قاعدين حاطين الأي سي ومبسوطين وحاطين يمكن كبيرة بيبسي أو حصير رح جرب اليوم أنه قول كل شي معاكس قدر نطلع منك كل الأفكار لأنه بلاحظ أنك شخص مبشر ناقد بمطرح من المطارح مسالم بمحل يعني بكذا محل منترك منترك على السوشيل ميديا وبتوصل لكل العالم منلاقي أنه صار فيه هيكي مثل حوار مع الناس يعني قداش مهم اليوم نكون عم نحكي مع الأشخاص عم نوصل عم نوصل ياسوع بما أنك قلتلي بيقبل تحت الهواء بدي أسألك عن حالك خبرني عن حالك شوف أنا شخصيتي بسميها بارادوكس البرادوكس شغلة كتير حلوة هي منى كونترادكسيون المسيح كان بارادوكس الديسين كانوا بارادوكس كل اللي عملوا صورات بالتاريخ كانوا بارادوكس بارادوكس هي هي شغلتين مفارقة باللغة العربية بنقول بالظاهر بيبينوا متناقضين ولكن بالجوهر بيتلاقوا بعطيك مثلا المسيح إنسان وإله كيف إنسان وإله هيدا بارادوكس مين اللي بيوحد فيهم شخص يسوع المسيح الصليب بحد ذاته لأنه موضوعنا الصليب هو بارادوكس لك شو حلوة الفكرة انت قد بتطلع على الصليب الصليب هو انهزام ما فينا ننكر إنه هو شخص خسر حكموا عليه الموت الاعدام الصليب هو لعنة عريان مجرح بس البرادوكس وين إنه نفسه هيدا المنهزم صار منتصر نفسه هيدا اللي ميت هو الحي وبموته أحيانا هيدا البرادوكس أنا شخصيتي بالحياة إجمالا بنفهم غلط لأنه عندي هالمفاركة يعني بقدر كوني كتير عم بمزح ولكن أنا بمسحي جد إذا ما أخدت مسحي عن جد ما رح تفهمني وأنا بقدر كون كتير إنسان جد ولكن ضمن الجدية بدي يمرأ مزح وإذا أخدتني كتير جد رح تنفر مني سوضروري يكون بجديتي مبتسم أنا مش تكون جد بدي يكون جائر هيدا منا جدية هيد بوعبوع يعني هالحال هيدا الحالة اللي عم بتعيشها بدي قدر الناس تكون عم تفهم عليك أكتر بدي تكون عم تتقرب منك يعني بتشوف مرات ما بتكتفي تكتب يعني مش أنه أوكي كتبنا جملتان ثلاثة إذا حسيت أنه ما وصلت الفكرة بتطلع فيديو يعني أنا ريأبتك على فترة كتير طويلة أنه أوكي أنا يستوعب الأفكار اللي أنت بتكتبن لو قاسين بمطرح من المطارح يعني بتوجه السهم إذا بدك على الفكرة خلص هاي هي يعني هاي هي إذا بتحس الناس ما وصلت له بتعمل فيديو لأنه لك الكتيبة ما فيها الطون الطون يعني النغمة صح الكتيبة ناشفة نفس الكلمة نفس الكلمة إذا جيت قلت لك أنا هلأ شو كيفك شو كيفك هفرقت نفس الكلمة بالكتيبة ما بتوصل النغمة ما بتوصل السرعة والبطئ النظرة من هون أنا دايما بيقولون عن يسوع المسيح أنه حتى الكتاب المؤدس كله سوا إن كان عم بيحكي بالقهد العديم عن الله وعم بيحضر لمجيء المسيح وإن كان قهد الجديد ما بيكفي يحكي عن المسيح هو إذا بدك عملنا كومبريس جبنا الإشياء الأساسي الأساسي وضغطناه بالموسيقى نحن منعمل كومبريس إذا الموسيقى دايما يصير ضغطناها تنعطيك الأساس تتأمن تتخلص ستطلع السماء ولكن نظرته ليسوع نظرته وقت لتطلع بالأبرس وقت لكان عم بيوعز على الجبل هادي كيف بدك تكتبها بكلمة نبرت صوته وقت لقال أحنى عليه ها كيف بدك توصلها ها ما حتى بيقدر توصلها من هون الفيديو والاحتكاك المباشر أقوى من الكلمة ومش بس أهم من الفيديو هو ديريكت تروح تلمسه هذا هو الذي لمسناه وأكلناه وقعدنا معه وسمعنا صوته ما بدنا كهنة مبشرين على الانترنت بس ما بدنا كهنة على التلفزيون وبالكنيسة على المسبح بس بده ينزل ويروح لعند الفقير هيدا اللي الارباني اللي رايح تقتسه على المسبح يحو قاعد على الدرج جعان بيقول يحنى الزهبية الفم عم تفشخ انت من فوقه ايه هادي بريك صغير بس هادي الشي اللي سبقتني يعني تشوف عملة روح القدوس مرات بيستبق الأفكار بيستبق الأسئلة بيستبق كل شي ليوصل الهدف يعني الشي اللي كتا تعم بتحكي عندنا هو حاجة اليوم بقلب بمجتمعنا حاجة انه ما بقى نتخبى خلف جدران كتب لقلنا او خلف جدران شهدات تيترات امور معين انما ننزل على واقع الارض كنا دايما نحكي بهالفكرة وكانوا دايما ينتقدونا انه لأ انا بفضل كون مربع على العرش وناطر لاشوف لانه العالم بتحب هاك انه لانه العالم بتحبك تكون متقل حالك وسينيا والسيارة والمركز والشهادة بالبند 853 بتعليم الكنيسة بتقول الكنيسة الكاتوليكية تعليم المسيح للكنيسة الكاتوليكية يسوع وصل فكر الصليب روحانية الصليب من خلال الفقر والاتهاد والكنيسة مدعوة انه تمشي على هيدا النهج الفقر والاتهاد وانبسطت كتير من يومين سمعنا عن سيدنا بولوس عبد الساتير انه بيع السيارات الفخمة شي كتير حلو عظيم هلا مهم المصريات اللي بيعون فيهون وين بدي يتوظفوا يتوظفوا للفقراء الأبرشية ومنتمنى من باقي المطارين كمان يبيعوا سياراتهم الفخمة ويعيشوا نهجة الصليب المسيح العريان هلا مش عم ندق بالرموز احنا ما نفهم غلط لانه التاج الو رمزية والصولجان الو رمزية والخاتم الو رمزية والدهب الو رمزية نحنا ما عم ندق بالرموز ولكن واقعيا على الأرض في نهج ما بدنا ننسيه وصينا على مين لبابا فرانسيس وبتعرف حياته كفية بسيطة نهج الصليب يعني كلمتان مش هين اليوم انه نقدر هاك نكبون للناس نهج الصليب شو نهج الصليب دلوا تحكوا عن الصليب هالصليب اللي انت اليوم عم تحكي عنه كيف فينا نترجم للناس اللي بتجي تقيل علي صليب او صغير صليب بدي صليب تاني او مش عجبني صليب شوف اول شي ما فينا نحكم عن الناس لانه الله لا يجرب حدا و الله ما بيجرب حدا الله يؤدب ويربي بس بالمعنى اللبناني من اولى الانسان ميال يهرب من صليبه ميال للراحة ميال يعيش سليب كونفور ميال للزة السريعة للنجاح السريعة الصليب اول شغلة تنفهمه فينا نقعد ساعات وساعات وساعات رح نجرب بهالوقت المعطلة قلنا نحكي عن لهوت الصليب اول شي الصليب هو مزبح الصليب هو مزبح تعارف الكتاب المؤدس كله سوا شو قلبه قلب الكتاب المؤدس هو الصليب شي للصليب مشهد الصليب والمسلوب لانه اللا فصل بين الصليب والمسلوب شيل مشهد الصليب هذا الشاب بيتر اللي فيه مشهد الصليب من الكتاب المؤدس روح احرقه عم نسجل روح احرقه ما عدش له معنى قلب الكتاب المؤدس قلب الكرازة هو مشهد الصليب لقد تم كل شي على الصليب ولادة الكنيسة صارت على الصليب الانتصار على اللي سبب طرد الانسان الاول من الفردوس الانتصار صار على الصليب شو مهم هالصليب هالصليب اذا منعرفوا شوهو مظبوط ما منعود نهرب منه يعني انت يا انسان انت اللي تعبين على الافية طلعت انت يا هالانسان التعبين عم تهرب من صليبك فكرك انك بترتاح بينما صليبك هو الجسر هو العبور نحو الراحة واي راحة الراحة مع الله الراحة الابدية مش بالمعنى الراحة الابدية اعطيها رب انه يا انا ما راح لا 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 راحة السماء اللي بتعيشها هلأ على الارض انت وحامل جراحك راح اعطيك مثل تما نكون كتير عم ننزل ما تكتر وعز يا بير حكينا على الارض انا معمد بشكل وعاك هالانسان المسلوب لانه نحن اللي شايفينه انسان صح هالابن الانسان المعنى الكتابي ابن الانسان هالكلمة الكلمة اللي تأنس المسلوب على الصليب بس تأمل بكلماته عز دين الخبيط والعطش والجوع والمعنويات القاشرة خيبة الامل هين الخيانة من اعز الناس هين شعبك شعبك اللي جيت كرماله يخونك يبيعك يختار مجرم محلك بربا وانت اللي شفتله مرضاه واللي تعميته واللي عملتلي مستحيل تتفرجيه اديش بتحبه ما غلطت معه ولا مرة انا مغلط معك وانت مغلط معي بس هالانسان الكامل اللي مغلط اديه كان مقلم على الصليب يعني ما بيتحمل حدا يعني مفروض يتلأمن مفروض يحكي حلوا عني رح انتقم منكم مفروض يكون عنده ردة فعل ردة فعل انما ما كان عنده ردة فعل لك شو كان عظيم اديه كان رائع اديه كان جبار ومنتصر على ذاته ذاته اللي هي حامل فيه حامل بذاته خطيتنا حتى يصلبها احلى كلمات قاله اغفر لهم يا ابتي اغفر لهم اول كلمة قاله على الصليب اغفر لهم طلع بالعدرة هيدا ابنك يعني عادة العدرة مفروض تعطل همه هو عطل همه هيدا ابنك ما تعطل همه رح تحيش معه ها امك هتام فيه يا ابتي بين يديك أستودع روحي وصرخته الهي الهي لماذا تركتني هيدا مش صرخت يأس عم بيصلي عم بيصلي المزمور فاذا انت يا تعبين اللي عم تهرب من صليبك شوف متالك الاعلى مين متالك الاعلى يسوع المسيح مثالك الاعلى لك كيف تصرف على الصليب وفتح لك طريق فتح لك طريق يعني هلأ بختام هيد الفقرة رح نرجع نكمل نحن وياك ولكن مدققتم معك بها الفكرة بتعتقد انت اليوم اذا منسأل الناس مين مثالكم الاعلى يعني الرول موضل طبعاكم معقول قلونا يسوع يمكن يقولوها وما يعنوها كتير مرات منقولها وما منعيشها منعيش عكس اللي منقوله عكس المنقوله ويمكن ما يعود يسوع لانو يسوع ما عم بيحقق لي رغباتي كل الرغبات بينما الشيطان انترجيمي بيحقق لي رغباتي اذا بدي الشهرة اذا بدي اللزة اذا بدي الجنس اذا بدي المال اذا بدي الانتقام بغري على السريع شو سريع بالدليفري شمعقول سريع كتير بغري بلبيك بسرعة بس تعرف شو الحلو بي مطرح بالضفة التانية متل ما دايما بنحكي بالضفة التانية لما منتأمل وجه بوجه بالمصلوب وبالصليب منقدر نفهم شوي هالولادة ولادة الانسانية الولادة الالهية الولادة البشرية كلها انا كنت دايما نقول لهم الميلاد الحقيقة للبشرية وللانسان هو عند اقدام الصليب لما منتأمل بالمصلوب لانو منقدر نفهم أنه رغم كل شي غفر رغم كل شي كان مؤمن ما فقد إيمانه ما تردد قال شو بدي بهالشغلة خيه يعني بتحس أنه هيك ربنا على الصليب بمشهد الصليب كان الإله والإنسان كان الكلمة كان كل شي يعني كان حالة حالة مميزة بالزمن مثل ما أنت قلت بالأول حول مشهديت الصليب من إله يعني من مطرح يمكن ما بيشبه شي مطرح بغض مطرح ألم مطرح وجع لمطرح غفران مطرح تسامح كان عم يعطى لهم كل شي يعني مثل ما أنت كنت عم تقول فهيدي الحالة حالة الصليب حالة المصلوب الجملة بدي أختم معك فيها بس هيدا الفكرة رح نرجع نكمل ما فيني أنا اليوم أتطلع بالصليب ما أشوف المصلوب وفيه لأتعلق بالمصلوب ما أكون كمانا معلق معه على الصليب أو لا هو قال لمن أراد بإنجيل متة وبإنجيل لوقة تسعة تلاتة وعشرين من أراد أن يتبعني ما قدتلي نحن يسوع مثالنا إذا مثالنا بنا نتبعه من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه يحمل صليبه يمشي معي تيوصل على الجلج ليه وينصلي بحده هيدا اللي بحب يسوع ما بيقدر ما ينصلي أساسا الحب الحب هو صلب بدك تحب بدك تعطي ذاتك بدك تعطي ذاتك بدك تضحك لأنه دايما اللي أنا فيك بدك تدلت نجزك أنا بالأول أنا بهم كلمته أنا اللي بدي إشبع قبل غيره بينما على الصليب بده يشبع غيره بده يتعرّط يكسي غيره عم بيموت عن غيره وما من حب أعظم أن يبذل الإنسان ذاته من أجل غيره وطبقه وطبقه قمة تجلل محبة الإلهية هي على الصليب هذا صليب بينعشق بينغمر نحن المسيحية لو منعرف مظبوط شو هو الصليب لعروش تبعنا الدهبية والمخملية منغيرها ومنعملها صلبان نقعد على كراسينا بالمطرانية وبالكنيسة ومنحول الكراسي كلها صلبان ونقعد على صلبان وخشبية وخشبية قداش مهم الصليب وقداش رائع الصليب وقداش هالمصلوب مثل ما أنت قلت يعني هو بع الصليب كان عم يهتم بكل التفاصيل اللي حوله كان همه أنه يعطي عم يعطي زيته عم بيموت ومن على الصليب كانت الولادة القيامة الحياة رح نوقف ما رح نكمل من هون بالفقر رح نكمل من هون خليكن معنا رح نوقف بريكة صغيرة ونرجع من نكمل سواه رجعنا معكم ومع بيير بوتروس لنغوص بعد أكتر شوي صغيرة من الفقر اللي قبل عن الصليب أهمية الصليب أهمية أنه نتمسك بالصليب وتضل عيوننا شخصة على المصلوب فيير أول شي اليوم من نهار جمعة و13 ليلة أيدي الصليب كيف ويسوع نصلب يوم جمعة الصليب منه فقط خشبتين الخشبتين هني رمز الصليب هو إذا بدك حيات المسيح كله سوا من وقت ما تجسد بلش صليب الأطفال فهموه غلط حكيو عنه حكيو عنه كلمات منة حلوة رئيس الشياطين ببعل سبول بيترد الأرواح لا حكموه لا صلبوه تمات وقام وبعده صليب المسيح عم بينصلب باللي عم بيتطهدو تلميزو ما ظهر على مربولوس قال له انت مين قال له أنا يسوع المسيح الذي تتطهده بولوس ما عم بيتطهد ما بيعرفوا للمسيح عم بيتطهد الرسل الذي تتطهده يعني كل واحد استفانس اللي نرجم هيدا أنا اللي نرجم صليب المسيح بعده ماشي وبعده عم مش إنه عم بيتجدد هو دمويا كم مرة يسوع انصلب بشخصه مرة واحدة ولكن زبيحة الصليب إن كانت زبيحة روحية عم تتجدد كل يوم عم تتأون يعني عم نعيشة كأنه هي هلق حاضرة عم نستحضرها بالإداس وبزبيحة كل أم وبي عم يتعبوا ببيتهم بزبيحة كل شاب وصبيحة عم بيشهدوا بعفتهم بتضحياتهم بخدمتهم للفؤرة ها هيدا زبيحة الصليب هيدا الصليب إذا عم نحكي على المستوى الأنتروبولوجي صح هلق على المستوى العذائقي اللي بدو قوله يمكن أنت بتعرفه والبعد بيعرفوه لكن بدنا نضفله شي بعد الصليب هو علاقة أفقية مع الله صح وعلاقة عمودية عمودية وفقية مع الإنسان صح ولكن بالنص في يسوع المسيح يعني علاقتك مع الله إذا ما بده تمرق في يسوع المسيح رح يضل الإله المجهول من هون اللي بعد ما بيعرفوا المسيح من على هالمنبر شاشة نور الشرق بقلهم يا أختي غير المسيحيين روحوا تعرفوا على المسيح إلهكم اللي بتعبدوه بتصير تعبدوه أكتر وتحبوه أكتر لأنه صار أقرب لإلكم صار بيقعد فيكن تعود تعمدوا بتلبسوا الله فإذا هالعلاقة العمودية مع الله بده تمرق بيسوع المسيح والعلاقة الأفقية مع الإنسان وقال لها المريض للميرتة ريزة قالنا كيف عم فيك تطيق ريحت وجايت قالت له عم بشوف يسوع فيك هي ما عم بتشوف لأنه نحن ما فينا نتحمل الجاية مرات يمكن نفسيتنا تقلب ولكن بمجرد عينك عم بتشوف بالإيمان يسوع المسيح بهالإنسان المحتاج بتقعد معه بالمجرور تما نقول الكلمة تانية معنو كلمة مجرور قوية بتقعد معه هنيك وبتحمل ريحته وبتحمل كل ألامه فإذا بده تمرق بي يسوع المسيح بعد شغلة مهمة كتير انطعن يسوع الصليب وخرج مي ودم الطعن يجي تقبل ما يموت ولا من بعد ما يموت هادي ما منعرفها أو ما مننتبه لها من بعد ما يموت لا يتأكدوا أصلا مع أنه الموت ما بيعتق إلا موت صح لك شو مهمة لك الشيء ربنا أنه يخرج ماء الحياة ودم التقديس من بعد ماء ماء يعني الغسل التطهير روح الأدد والدم الحياة والزبيحة الحياة الجديدة مع الله خرجوا بعد موته وإنت تتحية بالمي والدم اللي خرجوا من قبل المسيح مدامك بعضك طيب مع حالك يعني مع أنانيتك ما رح فيك تعيش بدك تموت إذا ما بتقبل تموت الدم والمي ما رح يغسلوك حلو ما بيغسلوك حلو بدك تموت شو يعني بدك تموت شو صرخ القائد الروماني هذا حقا ابن الله ميت عن أفكاره السابقة ميت عن أنانيته عن أفكاره أفكاره السابقة تعنته لأنه كان هو مآمن أنه الأيصر هو الإله والشمس والشجرة كان وسنة صح تخلى عن أفكاره هيدا إنه الفكر تخلى عن شهده تخلى عن من هون مرشارفيل تخلى في عدة موت يعني الموت ما إنه حالة جسدية بس صح الموت موت حالة كتير أمور تعرف أهم موت شو هو تموت معك حق حلو هالجملة كتير تموت معك حق أهم موت لأنه المعوحق لازم يطلع بريق صح نحن مين الموته المجرم المزنب المسيح مات معوحق ده كان مميز موته هذا الموت الحر لهك بحرية مات وسلم من هون بدك تقهر للموت موت معك حق بتقتله تحية تحية نحن يسوع هو الحق صح والحياة يعني شو لك وهالحياة من عن أعلى الصليب كان عم يعطي من ذاته عم بفرغ ذاته ومن بعد ما مات هالفكرة الكتير بحبه أنا وحبت أنه في كتير أفكار يوم عم بتحكي يون هيك مثل ما بيقولوا عم تعطيني النفس يلي أنا بحاجة له لأنه في كتير ناسة بتسأل أنه معقول نحن بدنا نموت عن أنانيتنا عن تكبرنا عن الأمور بدك تموت أساسا شو ما عملت والوجع لاحقك والمرض لاحق وخيبات الأمل لاحقتك نقصك بيكفي أنك محدود تتبلش تعيش النقص بيكفي أنه نحن بسبب العصيان الأول دخل الموت على حياتنا كلنا إن كنت مؤمن ولا كنت ملحد رح تكون حامل صليب ولكن صير لك أنه مع يسوع صليبك يصير له معنى رح أعطيك مثل صغير إذا أنت عم تدرس ما عندك طموح أنك رح تتخرج وتصير مهندس ناجح طبيب ناجح ما رح فيك تدرس رح توقف رح تكبر الكتاب وتروح تطقح أنك أنت واصحاب يبدي يكون عندنا هالهدف بينما هدف الهدف بيخليك تتحمل تعبك الأم عم تتعب عابنا لأنه عارفة أنه ابنا رح يكبر وهي رح تفرح فيه من هون بالضحي هذا جزء فيه كتير أمور تاني بس الهدف بيخليك الضحي أنا بدأ أربح بطولة لبنان بتصير تتعب يسوع عطيك هدف أنه بصليبك رح تقوم هالصليب اللي طوله أربع متار مع يسوع المصلوب صار بوصلك للسماء صار غير محدود لك قداش صار هالصليب وكلمة يكبر صليبك كلمة عبورك أحلى بتصير تحمل الناس معك يعني صليبك بيبيت غيرك يحمل كيف ناس معنا رح لك أكتر من هاي كلمة يكبر وقت اللي بيشقلوك تصير أعلى صح كلمة تعلى كلمة توصل هم ترتفع كلمة نورك صح من هون ضروري ترتفع على صليب كبير سو ما تقصه ما تخليه نايم بيضرب نوره بالأرض من هون نحنا بعيد الصليب شو منولع أبولات نار على الجبال منحط صلبان على الجبال مضوية مش نكاية بحدا هدا معتر بعقلاته اللي بيحط صليب نكاية بيغير دين يعني نحنا عم نجي نقول له هيدا نور هيدا صليب الغفران هيدا صليب المصالحة بس في شغلة كمان بنا نقول مهمة كتير مش عم خليك تسألني ما عندي مشكلة أنا أصلا أول شيء أقصد فيك دعا قلنا شغلي وما كملناها قلنا الصليب هو مزبح صح نحنا نحتفل بالإداس زبيحة هو وليمة حتى نتناول جسد الله ولكن هي زبيحة الصليب غير الدموية هالزبيحة بالكتاب المؤدس صارت يوم الخميس وقت اللي عطيهن جسده صح واللي عطيهن ييه بيوم الخميس الأسرار هو مش خبزة هو جسده قالوا نخذوا كله هذا هو جسد كان واضح أصلا نخذوا كله هذا هو جسدي واشربوا هيدا دمي وهالزبيحة وين تممة نهار الجمعة عالصليب فإذا ما في فصل بين زبيحة يوم الخميس لك شو عم بقول زبيحة يوم الخميس غير الدموية وزبيحة يوم الجمعة الدموية ما في فصل وضروري تكون هايك لاش حتى نقدر نعيشها إلى مدى لأنه لو بس كانت دموية كنا بنقعد أنا وياك شو بنعمل نتذكر يا حرام أنه هيك صار نخبط حالنا أوكي وهيك صار فيه يا ضيق نحن لا ومش هيك نحن ما منخبط حالنا نزعل على واحد ميت من ألفين سنة أو من إيه عم سمع أنت عم تضحك هلا لا نحن هلا وقفين أمام شخص مصلوب ولكن عم نتذكر تنحية تنجي نقل وخطيتنا هلا اللي صلبتك لأنه مش بس اليهود صلبوا المسيح شلوها من رأسكم كلنا صلبنا المسيح كلنا صهمنا بصلب المسيح يا رات اليهود صلبوه خلنا نقول بهالكم سنة اللي عشر بالمرحلة اللي كان نحن صرقلنا ألفين سنة المسيحية بيصلبوا المسيح بتفرقهم عن بعض الكنيسة واحدة هل تفرق بين الكنيس والإنصامات والحروبات بين المسيحية هذا أكبر صلب للمسيح ف لا لأنه اللي انصلب أكبر من التاريخ لا هيك لأنه اللي انصلب أكبر من التاريخ حدث هذا اللي هن ثلاث ساعات هذا الحدث ثلاث ساعات صار بكل التاريخ يكش حلول لأنه اللي نصلب برجع بقول هو أكبر من التاريخ أكبر من التاريخ وفاصل التاريخ وراجع راسم التاريخ وبكتير محلات المسيح كان الحالة يلي ما بتتكرر فعليا ما بتتكرر كشخص المسيح ولكن حاضر دايم بحياتي بحياتك بحياة كل الأشخاص يلي عم بيعيشوا اليوم وعم بيجربوا إنه يعيشوا مشوار درب الصليب درب الجلجلة ليقدروا يوصلوا عند أقدام الصليب والمصلوب ويقدروا يسمعوا يسوع شو بدوا يقلهم على الصليب كيف اليوم بتشوف صل بيننا بها الحياة كيف عم بتكون يعني إذا بدنا شوي هيك إذا بدك ننزل ل صليب الملل صليب الروتين صليب البلبلة كلنا منحكي كلنا منبشر في بلبلة بسمع لها الخورة ولا بسمع لها الخورة طيب ما عم بيتناقضوا بالسياسة بالعي على كيف من ربي في بلبلة هدا صليب وهذا الصليب عم بيكون عنده نتاية سلبية بالمجتمع من هون في ناس عم تلحد في ناس عم بتقول أنا خلص أنا شو بدي باشتار ضيعونا في تكرحنا تندرس لهوت ضيعونا ياريتني بقيت على إيمان ستة وجدة فإذا صليب البلبلة نحن بباب الجديدة صليب تقليه الزيت حب زيتك حب زيتك أنت مهم أنت تكون آمن بحالك آمن بحالك آمن بحالك أنك أنت سورة الله إذا بتقول آمن بحالك نقطة عم بتقول لا إله لا إله إلا الله آمن بحالك أنك أنت مخلوق على صورة الله لأنه إذا آمن بحالك وشلت الله مشكلة معتر أنت دودة أنت غبرة أنت إنسان مرمي بهالتاريخ مثل ما بقول هايدجر مرمي باللا معنى بس مع وقت تعرف حالك صورة الله فرقة الرؤية في صلبان كتير صلبان الطلاق صلبان اللا عدالة في فقر وفي فحش بالغنى بشكل مخيف شو بنا نعمل بدنا نظل نحكي بدنا نظل نشهد بدنا نظل نخبر بسكتونا نحكي بعينينا بغمضونا نحكي بإيدينا بربطونا نحكي بصلاة قالت له القديسي فوستين شفية الرحمة الإلهية يا رب إذا إيدي أو عيني أو مصريات مش عم بيقدروا يطالوا تيساعدوا كل الناس صلاتة تقدر تطال كل الناس سو إذا بدك صليب بدون صلاة صار فونتزي فولكلور صار أكسسوار أكسسوار هيدا الصليب اللي بتحمله بدك تصليله يعني عنا صليب ومصلوب وصلاة صلاة للمصلوب بدك تدرع له لأنه هو ملجأك صليبك هو صلاتك صليبك أنت بيذكرك بكل شي قاله الله بالكتاب المؤدس خلاصة الكتاب المؤدس أنت وقتل بترسم إشارة الصليب شو عم بتقول باسم الآب هل إيه بالسماوة اللي عم بيخبر عنه الكتاب نزل اللي عندك لك إيدك كيف نزله صح الابن ابن اللي انحدر لتجسد والرحم نزل على رحم مريم تيولد إنسان والروح الكدس اللي عم بيعطيك القوة اكتافك إله واحد إله حب اذهبوا وبشروا جميع الأمم وعمدوهم باسم مش بأسماء اسم الآب والابن والروح الكدس أمين هيد الصليب بيذكرك ببشارتك الصليب والصليب بيذكرنا بالبشارة بيذكرنا أنه لما قال يسوع عندما ارتفع أجذب إلي شو لك بيجذب لإله الكتار من الناس فقداش مهم اليوم لما نرتفع على صلبان حياتنا نقدر نكون حقيقة عم نجذب الأشخاص مش لقلنا إنما ليسوع يلي هو مصدر كل شيء يلي هو مثل المغناطيس يعني إذا بدك هيك بشد الأشخاص قصة لقلنا هيده كمان واحدة من الصلبان اللي بنا نوضحها خلينا خلينا نختم معك بهيده شو رأيك شوف القديس القديسة صورة يسوع من رقاني رقى القاب واللي عم بيحكي معن هني بشر وهني بعد ما بيعرفوا شي عن الله هني شايفين إنسان وأنت أسمع الله عليك وجهك بيشبه يسوع خرج تاخد شي مرة دور المسيح أسمع الله عليك لا مش غلط ما هو داع تمثلوا بي تمثلوا بي لسته أنا الحي إنما المسيح حي فيه مربولوس ما نستحي نكون لا بالعكس مش مستحي مسئولية مش فهم مسئولية أكيد سو هني عم بيطلعوا بيشوفوا إنسان طيب من رقاني رقى القاب زيت الشيفي كتطبق على القديس من رقى مرشربل رقى يسوع مرشربل لو ما يسوع حي في مشاعة أداسه ما كيفي كتير رهبان عايين مرشربل ندروا ذات الندر ولبسوا ذات الطوب وأكلوا ذات الأكلات وردتلوا ذات التراتيل وحملوا ذات الكتاب وقاموا ذات ذات الساعة لماذا وصلت أداسه إلى الشربل؟ تير مهلا هيدا الفكرة لأنه مرشربل صار يسوع سو ما تفصلوا بين القديس ويسوع مع الترين اللي بيفصلوا وأنت بمجرد رحت لعند رفعة لعند مرشربل لعند أي قديس رحت لعند يسوع ما طعت الهم ما رح تنسى يسوع رح تحب يسوع أكتر لأنه إنسانية يسوع إنسانية يسوع التاريخي اللي تجسد فيها ما بتكفي حتى تحكي عن يسوع الإله ما إنسانيته بشرية محدودة بتاريخ من هون إنسانية يسوع بحاجة دايما أنه تتجدد بصور الإدسين بأيقونة الإدسين هيريش عم قول هيدا فكرة حلوة كتير وأكتر من فكرة خرج إنه تنعمل فقرة بالأحرى ونحكي فيها لحسجلة عندي فجلة هكي برجع بتلاقي فيك بلقاء تاني أكيد بالخيتان بير بطرس من الكلمة للصوت للفكرة للحضور للبسمة لأنه ننقل البشرة السارة مش بس بكلمات وبكتب وبأفكار إنما بحضورنا هالحضور اللي بيبقى مميز اللي هو صديب حي مطرح ما منكون وبكل الوسائق المتاحة لقلنا نعرف إنه نحنا عم نوصل يسوع مش نحنا اللي عم نوصل دايماً بيوصل يسوع بمجرد إنه نحكي بحب بيوصل يسوع لو ما سميناه لأنه يسوع هو الحب يسوع كلمة تاريخية كلمة عبرانية ولكن بالروح يسوع هو الحب كل إنسان بيحب بيصدق عم بيوصل يسوع حتى لو ما كان مسيحي وبخصوص البشرة السارة أنت ما إلك فضل يا جان إنه تكون مبسوط أنت ومرتاح إلك فضل تكون مبسوط أنت ومصلوب أنت ومدايا أنت ومجلود بتقلهم بشرة سارة أكيد بيقولوا عنك جنات بشنون هون أهمية فرح الصليب وقيامة الصليب إنه إنسان مصلوب ولكن مرتاح مؤمن ويا ما في ناس عندهم كل شيء سليب كونفور لاكزوطانيل ما عم بلحقه صح ما عم بلحقه يأس وبسيكولوج وبسيكياتر فإذا هاي دي البرادوكس كلنا مدعوين وحلو نختم بها يا جماعة نحن عايشين بلبنان بلبنان يعني فيه مشاكل كتير قوتنا إنه نضل مبتسمين ونشهد بالشرق إنه المسيح قام إنه نحن رسل الصليب رسل الفرح رغم إنه شو بعدكم تطهدونا تفقرونا تبهدلونا بتكون تاخدو الكراسي تبعنا خدوه عنا كرسي فوق بالسماء ما حدا بيقدر يشيلها فأنا بدأت شكرك عن جد على هاللقاء المميز هالحضور المميز وهالصوت الصارخ بهالعالم اليوم يلي عم متعطش ليقدر يفهم ويتأمل ويعيش الصليب أنا بدأت شكرك بياه عن جد أنا بدأت شكرك وبشكر المشاهدين تعبناهم لا بالعكس بتحرز بتحرز أكيد بتحرز إنه نحكي عن ربنا وبتحرز إنه نتأمل بيسوع المصلوب بتحرز إنه نحمل صليبنا بتحرز إنه نكون مأكدين إنه بعد كل صليب بدنا نحمله في قيامة حقيقية منا قيامة وهمية متل ما العالم يهمنا اليوم إنما قيامة حقيقية إذا حقيقة من آمن بالإنسان والإله والكلمة المعلقة على الصليب أنا بدأت شكركم ومنرجع منتلاقي قريبا إذا الله رضي اشتركوا في القناة